هو ليه ربنا خلق الجنس هقولك تلات اجابات مهمة الله خلق الجنس في الانسان لان الله من محبته في الانسان في اي انسان قال له انا عايزك تشترك ويايا اشترك وياك في ايه يا رب قال له تشترك ويايا في كل حاجة اصلا انت محبوب عندي خالص هديكم مثال يوم ما راح المسيح عرص قانا الجليل وحصلت الازمة بتاعت ان مشروب الضيافة خلص وعايزين يقدموا كان مشروب العنب عشان يتقدم للضيوف اللي جايين يبركوا ومن العدرة راحت في ودن المسيح وقالت له ليس لهم خمر فرد عليها المسيح وبعد في الاخر قال له ايه املأوا الاجران كان في مدخل البيت البيت اليهودي يحطوا اجران اجران يا معمولة من الحجر يعني غير غير مسامية ويحطوها في مدخل البيت عشان تتملى مياه ملاه مياه عشان يستخدموا زمان ما كانش فيه نظام المياه والحنفيات والمواسير والمواتير والحاجات دي فاملأوا الاجران واملأوها الى فوق فبتدوا يجيبوا مياه يحطوها في الاجران لان دي اجران المياه وبعد ما املوها الغيط فوق قال له مستقل الان فابتدوا يخدم الاجران فوجدوها انها العنب اللي بيعبر عليه الكتاب المقدس انه خمر كان زمان الخمر له تسميات كتيرة مش اسمه واحد بس كويس فيعني انت يسوع اللي حولت الماء الى خمر وتركبت المياه بالكيميا لها تركيبة والخمر بالكيميا له تركيبة تانية خالص مش قادر تملى الاجران مياه قال لا ماهو لازم الانسان يشترك وياه طيب مثال تاني يوم راح المسيح علشان يقيم العذر العذر مات والدفن ومر عليه اربعة ايام طيب راح لقى ماريا ممرسة عملين يبكوا ويقولوا لو كنت هنا ما كانش اخونا دا مات فيلا بينا نروح مكان الدفن بتاعه هيروح يعمل ايه بعد اربعة ايام وهناك قدام القبر يقول لهم يقول للناس اللي وقفة المشيعين يقول لهم ايه ارفعوا الحجر وبعد كده هو يقيم العذر العذر هلوما خارجه يا سهوع انت اللي قومت الميت مش قادر تزق الحجر الله في طبيعته يريد مشاركة الانسان يعني مثلا هو بيدينا الاكل مين فينا يقدر يعمل صمرة بورتقان او صمرة منجة او حباية فول محدش يقدر يصنحها لكن لازم نحط بزرع والازم نزرع الارض ونتعب فيها ونشترك والروي والشمس والهوى وكل العوامل ده هيك في الاخر يدينا الصمر فانت شاركت في انتاج هذا الصمر فجعل من سر الزيجة ونظم العمل واتحاد رجل واحد بامرأة واحدة ويتكون هذا السر ويصل بالاتحاد الجسدي ما بينهم اللي فيه التلات كلمات الاحترام والاحتياج والاحتواء التلاتة دول ويا بعض علشان يبقى انت فاهم قصد الله قصد الله في هذا طبعا اللي بنشوفه في السينما والتلفزيون والمسلسلات والكلام ده واللي بتسمعه من الاصحابه على السوشال ميديا خارج الكلام ده خالص لا فيه احترام ولا فيه احتياج ولا مش احتياج يبقى طمع وانانية ولا فيه احتواء ما فيه كل الحاجات ده هي اعرف المفهوم المسيحي الكامل لهذا الاتحاد الجسدي فجعل الله الانسان الزوج والزوجة الذين اتحدوا بسر الزيجة انهم يشتركوا في خلقة انسان وشو بقى لما بيتولد نونه جديد في اسرة بعد ما الامة او الزوجة حامل بقى لها تسع شهور والانتظار والفرح اللي بيحصل وبيبتدي انسان جديد ويحمل اسم الاب الام شالته ببطنها ويتولد يشيل اسم الاب وتبدأ حياة انسانية جديدة اشتركوا في القناة